أهلا بك من جديد أهلا بك بلال أهلا بمتتبعي تلفزيون النهار متواصلون في تغطيتنا المباشرة والآنية لتشريعيات 2017 يتواصل توفد المواطنين والهيئة الناخبة على مراكز الاقتراع هنا ببلد سيد موسى على غرار كل بلديات الوطن وكلهم عازمون على تغيير وإدلاء صوتهم من أجل التغيير واختيال أشخاص المناسبين لتمتلهم تحت قبة البرلمان يحضر معي عمي محمد عمي محمد مساء الخير على سلمك عمي محمد أنت اليوم جيت بشت بوضل نحن ننتخب على هذا الجماعة نعمل واجبنا وهما كذلك لازم يعمل واجبهم من أجل هذا الوطن الحر ماذا بنا يعملوا قدر الإمكان بش يوصلوا الاقتراحات متعنا إلى المسؤولين ونعملوا على تقديم هذه الأمة وترقية هذه الأمة من ناحية الاقتصادية ومن ناحية الاجتماعية ومن جميع النواة عمي محمد اليوم كاي ناس يقول لك ما نفوطي وش ما كلها نفوطي وللو ما حيش تبدل نتو وش تقدر تقول هذه الأمة لا هذا الناس دماء لازم أقول لهم هذا كلام غير صحيح لأمنا الدولة لازم الحكومة والدولة الجزائرية لازم يكون فيها نظام ونظام هو الانتخاب ينتخبوا الناس اللي يعرفوهم يقدموا هذا البلاد ويمشوا إلى رسالة مهمة جدا عمي محمد ربما هذو الناس اللي انتخبتوا عليهم دماء ماذا بيقوم هم تنيقوا يكونوا في المستوى وش تقولوا الناس اللي يدرتوا فيهم تيقان دماء وعطيتهم أصوتكم نحن نقولهم يقوموا بواجبهم ويرفعوا قيمة هذا الوطن من جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية ويدرسوهم من جميع النواحي حتى تصبح الدولة الجزائرية عندها قيمة في العالم عمي محمد من هنا فقط زميلي بلال أيضا قالوا أن الشباب أيضا لن يشارك إلا أنه لاحظنا أن الشباب أيضا حاضر هنا ويشارك ويقدم ويدلي بأصواته من أجل تغيير مسأل خير العربي 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 روزهو شوية عندهم مكبوتات حابي خرجهم العربي اليوم عليش جيت ماذا بينا بوطينا بشي وصلونا ليداء التعنا بشي شوفوا مصالح كما بوطينا عليهم وصلونا لسالة التعنا يشوفوا شوية للشاب يومين ناس يقولوا بل أنو الشباب في الجزائر شوفوا معهوش مسؤولي ليجي قولوا ما تفوطيش ما تفوطيش أنتما اليوم وش ريسالتكم لنس يقولوا ما تفوطيش لأنتم اليوم راكم هنا بشتغل بشي شوفوا مصالحة البلاد يشوفوا شوية للشاباب يشوفوا الناس يما طارم السكنة يشوفوا كما وصلنا وقدمنا واجبتنا واجبتنا يقبدا يومين يقدموا الواجبتنا لازم همين يقدمون اجتغل اه تعتك الصحة العربي اذا زميلي بلال كما تبعت معي فهدي بعضين تبعت المواطنين والهيئة الناخبة الذين شاركوا اليوم في هذا الاستحقاق التشريعيات 2017 متواصلوا ان شاء الله وسنوافقكم بتفاصيل اكتر وجديد وكل مستجدات هذا الاستحقاق الانتخاب شكرا جزيلا